السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتتبعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية تشغيل الكونتاكتور تلاتي الطور وسنتعرف أيضا على وضعيات التلامس أثناء تشغيل أو فصل الكونتاكتور حلقة اليوم هي مرتبطة بالحلقة السابقة وأيضا بحلقة المتلامسات ورموزها وأيضا الكونتاكتورات من التحق بنا مؤخرا عليه مشاهدة هذه الحلقات التي سأتركها لكم في الوصف كالعادة حتى تكون هناك استفادة أكبر فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح سنشاهد في هذه الحلقة هذا المثال لكونتاكتور تلاتي الطور الشيء المميز والفريد في هذا الكونتاكتور الذي دفعني لاختياره في شرح تشغيل الكونتاكتور تلاتي الطور هو أنه يتكون من نوعين من الأطراف المساعدة أو المتلامسات المساعدة وهي الأطراف NO-13-14 مفتوحة في الحالة العادية والنوع الثاني هي الأطراف NC-21-22 مغلقة في الحالة العادية طبعا دائرة التحكم في الكونتاكتور A1 أو A2 لتشغيل أو فصل الكونتاكتور والأطراف L1 و3L-2 و5L-3 هي مداخل التغذية للفازات الثلاثة والمخارج من أسفل يعني مخارج الفازات الثلاثة هي من أسفل وهي 2D1-4D2 و6D3 إذن دائرة التشغيل أو دائرة القوة لديها ثلاثة متلامسات مفتوحة دائما في الحالة العادية سنفترض أن هذا الكونتاكتور يعمل بجود 220 فورت يعني سنقوم بتغذيته بفاز ونوثر وسنضع تحكم في الكونتاكتور سيكون مفتاح عادي سنعمل على توصيل الفاز بالمفتاح العادي للتحكم في الكونتاكتور ومن المفتاح إلى المربط A1 أما النيوتر أو النيوترال سنعمل على توصيله بالمربط A2 يعني هنا أننا سنستعمل المفتاح العادي للتحكم في الكونتاكتور عندما نقوم بتوصيل التغذية للمنافذ A1 و A2 عبر الضغط على المفتاح يتم تشغيل الكونتاكتور هذا واضح جدا وعندما نضغط على المفتاح للمرة الثانية نعمل على فصل الطيار على الكونتاكتور الأهم في هذه العملية هو معرفة أوضاع المتلامسات أو التلامس أثناء تشغيل وفصل تشغيل الكونتاكتور قلنا أن دائرة التشغيل أو دائرة القوة للكونتاكتور تتكون من ثلاثة متلامسات مفتوحة التي نقوم بتوصيلها بالفازات الثلاثة في الحالة العادية أي الحالة التي يكون فيها الكونتاكتور غير مشغلة تكون المتلامسات الثلاثة لدائرة التشغيل أو دائرة القوة مفتوحة وعند تشغيل الكونتاكتور تصبح هذه المتلامسات مغلقة وطبعا عند إيقاف تشغيل الكونتاكتور تعود المتلامسات إلى وضعيتها الطبيعية والعادية وهي متلامسات مفتوحة الآن سننتقل إلى المتلامسات المساعدة أو الإضافية يوجد لدينا هنا نوعين من المتلامسات أو التلامس النوع الأول وهو متلامس مفتوح NO 13-14 في الحالة العادية يكون مفتوح والنوع الثاني هو متلامس مغلق NC 21-22 في الحالة العادية يكون مغلق عندما نقوم بتشغيل الكونتاكتور طبعا يحدث العكس وهو أن المتلامس المفتوح NO 13-14 في الحالة العادية سيصبح مغلق أثناء التشغيل والمتلامس المغلق في الحالة العادية NC 21-22 سيصبح مفتوح أثناء التشغيل الكونتاكتور عندما نقوم بإيقاف تشغيل الكونتاكتور تعود كل المتلامسات إلى وضعيتها الطبيعية أتمنى منكم أن تفهموا جيدا هذا التشغيل ووضعيات التلامس لأنه مهم لنا جدا فيما بعد في حلقات الكهرباء الصناعية وعلى ما يبدو أن الأمر سهلا على ما أظن إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة